السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة في الامل اليدوية وفي زيل. كما لاحظتم هنا واحد الزورة بصوف كي يجي رائع وجميل حتى حتى الخدمة دي اللي كتكون يعني بتقونه كي يكون بافي وسخون يعني اللي بايد في رجال وتفاق الزورة. احتسكي ديالك الجزوين. مساء الله اليوم اغاني خدم معكم هاد الزورة مساء الله. ونخدمه جميع المراحل ديالو بايدني الله. هاد الخدمة درستها معكم يعني في الدرس يعني في الفيديو السابق يعني عادي تكون بفهم هاد البداية. اللي اذا آآ خدمتها باش نختصر يعني الوقت. يعني باش ما نطوش للفيديو. هاد هاد الزورة بيعني في شوية الخدمة. آآ كي ما لاحظتم اهنايا. اهنايا. اهنايا في الدقية. كان درستة الزلاسيل. وكان خدموه 16 عامود. 16 عامود. فالدور الثاني. كان نخدمو آآ 32 عامود يعني اي عامودين فوق كل عامود كي ما لاحظتم. عامودين فوق كل عامود. في الدور الثالث. كان نخدمو عامودين فوق واحد العامود. كان نخدمو عامود في الوسط ونخدمو عامودين. وكان قوضة دي بنص طريقة. عامود عامودين. يعني فوق كل عامود. آآ في الدور يجب عليهم عمودين فوق احد العمود ثم احضر احد العمود و انتظر انا دائما اذا طرف عمود فوق احد العمود نضع عمود وفق عمود وفق عمود نضع عمودين نضع عمودين إلى نص الطريقة في هذا الدور الثالث لا نضع نضع عمود وفق عمود هنا تسالي الزيادة الدور الخامس في مقاش الزيادة وهذا على حسب العبار يعني القدم لأي واحد وهذا هو أكبر قياس بالنسبة للنساء كما نضع يجمع 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 المهم هو أن نضع عمود الزيادة نضع لكم الطريقة التي نضع أو التقيش نضع الخيط نضع 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 الخيط حتى لا يتخبص لنا يجمع الزيادة 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 نضع الزيادة نضع نضع الزيادة منظل الزيادة نضع نضع الخيط بها الطريقة الخيط نضع ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل فقط يعني يكونوا ارتفاع يمكن نحسبهم عمود ثلاث سلاسل ثلاث جاه Wilco ثم نقوم بعمدين ثم نقوم بعمدين ثم نقوم بعمدين نقوم بعمدين ثم نقوم بعمدين نقوم بعمدين ثم نقوم بعمدين نخلق غرصة موالية ونخدمه نبقى غرصة موالية ونكمل ساطر نبقى غرصة نبقى غرصة موالية ونخدمه سوف اكمل معكم هذا الدور و اجراء معكم مادم ما كنكمل السطر نوركو كيفش عاني كنصدو نضيف سلاتين ناخدو اللون ثاني و نجو هنا نصدو نسيب سل سلسلات نضيف سلسلات فوق العمود فوق السلسلات و نحن نضيف وهو وزات الحاش لم تزلقه و ننضيف فوجواء نضيف هذا الاخير نضيف معدو اللون اخر نحن نطعب مع الغرزة ونضع الغرزة ونضع الغرزة ثلاثة عميدة نضع الغرزة نضع الغرزة نضع ثلاثة عميدة نضيف نفس الغزاء و نضيف الغزاء نضيف الغزاء رقم المرحول من الرقم الكروشي و الصفاة الجرس تقدروا تخدموه يعني باقم زايد او صوفة يعني مضبلة ولكن اعجيكم غليدة بساف وتقيلة هالقيس يعني كي يجيزوين مع هذا الخدم حيث تقدم تقونا بساف يجيزوين مع تقونا حيث يوضفين حضموه يعني سطر فوق السطر كي يخدموه سطر مدموج مع السطرة يعني باش كي يعطيناها التشكل الجاميل كيمكن تلاحظو طريقة سهلة ولكن كي تعطيوها التشكل زويل هالطريقة تقدره تطبقها في الزبدي الحويج من غني يعني تقشرات قدره تطبقها يعني في كاب يعني كاب يعني في اه فا في طاقية تقدره تطبقها يعني في اه كاشكول يعني تقدروا تطبقها الطريقة يعني بستبدال حويس في ليجو الليجاتي الإدد يعني أنا عطيتكم غير فكرة تقدروا تطبقها يعني فش بغيتوا تقدروا تطبقها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما لاحظتك يوجد هذا السطر بعد حبيبات كما لا تلاحظه هنا نحن نقرب الاخت شوية يعينك شنو ما بيد اشتركوا في القناة اذا كنتوا اول مرة تشاهدوا القناة لا تنسوني فاعل اشتراك واللايك وتفعلوا الجرس لكي وصلكم جديد وتخليوا بكماتر جيد اشكرني جميع الصديقات والاصدقاء الذين يدعموني ومرحبا الذين يضمونينا جديد نحن نصلودها بالاخير السطر او اخير الدورة تكون ثمانو يجب ان تستطيع الاجتماع ويدعم ويجب ان تكون حاجة ويجب ان تفعلوا كما تفعلوا في التجربة يجب ان تفعلوا ونجي كدوري إذا كنتمشي هكذا سأجيك أحسس سطر مقلوب الخطة و سطر مقلوب الدار نضع هذا الخيط نضع هذا نضع هذا نضعه 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 ونضعه ونضعه نضعه ثلاث سلاسل ونضعه الأول أعمود ثلاث أعميدة نضعه طريقة كبيرة كيف نضعه فقط السطر هذه الطريقة نضعه نضعه العمود الأول ونضعه نضعه هذه الطريقة لا تحتاجه لأنها تصدر لأنها تصدر أو لا تحتاجه لأنها تكون مرخوفة وعندما ترى لأنها تصدر لأنها تصدر لأنها تصدر ونضعه نضعه على هذه الطريقة نضعه السطر أنا فقط نضعه طريقة لعمل فوق هذا السطر هذا المقاس الذي أخذت معكم هو مقاس كبير لأنها تصدر في المقاس صغير وكل المقاس تصدر كل المقاس يجب حسابه في جدوى المقاس أو لا وكثير بعدها نكمل هذا الأسطر كما تلاحظ نضعه 10 الأسطر 1 3 4 5 6 7 8 10 نكمل هذا الأسطر لأنها تصدر نهاية القدم في نهاية السطر كذلك قرينا هذا البلصة نخطم فيها كذلك سيدة العميدة كذلك نضع هذه الخيطة ونضع الخيطة في الخدمة لا نريد أن نضع لأخذ 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 مفتاح ونضع الخيطة سنقوم بالخيط نحاول أن نضع الخيط عنه بعد ما كان منه سنقوم بالخيط هذا الخيط ولكن هذه نحاول أن نضعها في تحت القدم أو في الجانب لا يوجد هذا الملقيق لا يوجد شيئا معيقة كما تلاحظون هنا نحاول أن نأخذها في هذه البلاصة سوف نأخذ غرز مزلقة ونشد معنا هذا الخط هذا ضرور أن نخدمه ونصر إذا كنا نقوم بحق ونحن نقوم بفرق ونصر نحن نقوم بفرق ونقوم بفرق ونقوم بفرق سوف نقوم بفرق هذا أكبر من خضم رائعة و من المجنزة سوف نتجد شاولة هذه المخضر المخضر كيف يجرب بعد صفحة نضغط أخر قمت بسرعة و سنقوم بجربة ولا تتكلم هذا سوف تأخذ ثم نقوم بلوحة العقدة و نقطعه ثلاث ثلاث سلاسل و نضع و نخدمه كل غرزة و عمود و لا ننسى أن نخدمه معنا هذا الخيط الرمادي فأنا نضع كبير و نجد التأكد من الطرق لكن لا نستطيع المنزقد و نضع الفاصل من أجل الكبير و يبقى المنزل يكون نينجا قليلة يجب أن نقوم بعمله وصله إلى القيس الذي أريدنا هذه الخيط ليست محرية ، يجب أن نقوم بعمله ويجب أن نقوم بعمله ثم نقوم بعمله ويجب أن نقوم بعمله لنقوم بعمله دعنا نقوم بعمله وقوم بعمله ما هي اشتركوا في القهدي افضل القهدي الان اختبئنا على السفل اضافة مجددا اضافة 5 مجموعة اضافة اضافة المجموعات سوف نقوم بعمل ونرجع ونقوم بعمل ونقوم بعمل المجموعات سوف تحضر الزوين لتقس يمكنكم تخلص الألوان وكما تدهون الألوان توجد أشكال أخرين في العمل ومن أردتكم كيف تركوا على يتعليق نرحب بتعليقاتي لكم كيفما كانت خصوصاً هذه التعليقات التي يشجعك وفي نفس الوقت يشجعك ملاحظة يعني نقصة أو لا يعني خاصة شي حاجة أو لا يعني تحسنيها أو لا شي حاجة يعني يعني عندك نقصة تزيلها وكنشكر كل اللي كيشجعني وكيخلي لي يعني لكم وانطيق بحال هذا وانا معكم يعني كنتعلم وكننعلم في نفس الوقت ويمين عزبكم الترسدي اليوم اه اذن معكم يسيق لنأخذوكم أمر كيشكيلة اخرين يبقى وقدون على نفس الطريقة صحتنا عن عمود فوق عمود حتى نكمل الأعمدة نكمل الأسطور أخذ من الأسطور أخذ من الأسطور ندخل هنا حلو المحاص به 1-3-4-5-6-7-8 سوف نعمل معكم سبعة الأسطور اللي بقوا ونرجع معكم وصلنا للسطر التاسع نأخذ ملور سال آخر نحن نقوم أماماً ثلاثة نضيف السسلات الثلاثة نضيف السسلات الثلاثة سوف نسدد هذا الخطوة سوف نحاول ثم لديكم الخطياب سوف تسدد غرز مزلقة أو غرز حشوية سوف نسدد غرز مزلقة حتى لا تزدد غرز مزلقة سوف نسدد غرز مزلقة سوف نسدد على طريقة سوف نضيف المزلقة سوف نسدد غرز مزلقة سوف نتعلق لديكم الخطياب سوف نسدد غرز مزلقة سوف نجدها في عمود 1-3-4-5 عمودة لا يمكن أن نزده بسطة ونجرر حتى لا يأتي موات لنخرج نأخذ موات الداخل وعندما يجب أن يكون موات الأسفل نقوم بإضافة الغرزة نقوم بإضافة الغرزة نقوم بإضافة الغرزة نقوم بالقرة نقوم بإضافة الفرص قام بإضافة الغرزة كان يكفي في artists نش constitúe نعود الاخذ نضيف 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 ا acabar اضيف سلسل سوف تطعب غرزة الأولى نبدأ بالسطر سلسلتين سوف تطعب غرزة الثانية أخذ الرaros الثاني ت vincent يستفيد الخدمة احتاج رسالة مستوبة الخاص Thank you نقوم بتغطية مرحلة طبعية فلسط ضروري كالترخل خدمة نقوم بسط طريقة نجعل هذه الغرزة عفوان مدرش سلسلاتين نحن ننهز خدمة بسط العمود عفوان امتبع ونجعل امتبع في الغرزة هذه هي المخصصة المخصصة امتبع 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 في هذه المرحلة لدينا ميزة الماء نترك من المسافة من السلسلاتين نترك من المسافة لن نجد كرشة لأنه صعب نحسبيه مع هذه المسافة وفقها سوف نكمل معكم هذه السطرة ونرجع إن شاء الله نضيفها نضيف فقد اغلقيivery نضيف نلعب نضيف 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 حالا خرجوا هنا نزود ابو كنبدو السطر دي للمجموعات كما كتلحتو من نشط العملية من نشط طريقة دي لالعمال اللي درنا يعني في دورة السابقة في اللغوة دي لالجورة نشط العملية كما كتلاحظو يعني هذيك الورزة اللي في القسط كان ديره فيها ثلاثة عميدة ثلاثة عميدة تقدروا يعني تبدو يعني لو غديش تبدو يعني من هذا الجانب تقدروا تقدروا تبدوها من من الول من الواسط دي لالتار هنا لاقينا الخدمة دي لالالقدر وتبدو متنمو وتتخدموا متنمو ديري أنا فدلتاني التاريقة يعني كيش ما قطعس الخيط ويجيني إذا كدروا يعني فيني احنا دبا كنخدموا هات المرحلة دي لسلاثة الاسطور ونبقوا وغادي بنفس الطريقة يعني نفس المينوال يعني نفس الطريقة لالعمل اللي درنا في هذا المراحل نبقوا وغاديم بيهم نحن نخدم معكم هذا الدستر يعني باش تبال لكم يعني خدمة قديرة نحاول يعني نزرب يعني باش ما نطوش عليكم الفيديو نختصر عليكم شوية هيتها للزورة وكما تعلمون يعني في شوية الخدمة نكشي على شحات يعني نزرب باش يعني ما نطوش واشعليكم الفيديو بزف كما لاحظتم احنا عدي نشط طريقة نبقوا غادي يعني بص طريقة في السطر واشا دبا معكم ونرجع ان شاء الله بعد ما نخدمنا ثلاثة الاسطور دبا غاديم جوسو الاخر المرحلة فهو تزورو بيا المرحلة هذه المرحلة للأعميدة انشوفش حامل عمود عندنا ثلاثة الاسطور في الأول نبدأ أعميدة عادي ومن بعد نخطب عمود في الخارج وعمود في الداخل نحاول نخطب معنا هذا الخط نحاول نخطب عمود فوق عمود نحاول نخطب معنا هذا الخيط نحاول نخطب عمود نخطب عمودة ونخطب عمودة ونخطب عمودة نحن نخطب عمودة من هذا الخيط نحن نخطب عمودة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستركوا في القناة تركوا في القناة نضع طريقة كما تلاحظوا. طريقة سائلة محروفة. يعني كنت ندرها بثاف النهايات هذه الأعمال. بعض الأعمال مثلا طاقية. مثلا تقشرة. عفوا يعني طاقية. ولا الليجات. او لا يعني شي كاشكول. او لا شي كب يعني بندرج الحفة. او لا تريكو. بنقدر العنق والاكمم. يعني بهذه الطريقة يعني كنت جيزوينا. او في النهاية. سمحوا اليارة كنا اهرب شوية الكاميرا. كنا اعتادر على هاد الغالط. يعني عنا نبقا ونخدم محتى كنكملوا العمل دينا. او باش نطول عليكم الفيديو بزاف. يعني هنبقا ونخدم بنص الطريقة. حتى كنديرو اه ثلاث يعني اعداء السطر الاول. حنده في في سطر الثاني. يبقى لينا واحد السطر. ونكملوه ثم ما نديرو النهاية. يعني كملوه تقشيرة كما تلاحظوا. كيف يجي عمود الداخل عمود برا. كنزيد واحد السطر اخر. وكتلاحظوا هنا يا هكا كتجي نهاية. ديالة تقشيرة. وبهذا قادي نكون كملت معكم يعني الفيديو. نتمنى تكون عجباتكم الخدمة. ولا عجباتكم الخدمة يعني خلووا لي يفليكم منطقة الخدمة اللي يكمليني اشكاء الخرين. كما تلاحظوا تقشيرة كديمة تقونا وغليدة يعني دفير رجالة في هذا البرد والشكل جاليك يجزوين. نحاول يعني نحاول يعني نصيب عليكم شوية باشتباع يعني الشكل ديالها كما كتلاحظوا. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. وعجبكم الدرس ديالي اللي ما خليني طوي شوية. لكن ما عليش يعني حاولت نخدم معكم قاعد المراحل. بهذا نكون يعني كملت معكم يعني هات الفيديو. نضرب لكم يعني موعد آآ في فيديو قادم. ان شاء الله. مع مزيد يعني من الجديد. ونقول لكم مع السلامة. والسلام عليكم ورحمة الله. فتنسوا الناس والاشتراك والإعجاب تفعل.